قد تكون الاستجابة المناعية لفيروس كورونا المستجد هي الأقوى لدى النساء مما هي لدى الرجال وهذا ما لحظته الدراسة في جامعة يالي الأمريكية فسر من خلالها سبب إصابة عدد أكبر من الذكور بالأشكال الحادة للفيروس واضحت الدراسة وجود نوعين مختلفين لدى النساء والرجال من الاستجابة المناعية للفيروس وهذه الفوارق يمكن أن تؤدي إلى استعداد أكبر لدى الرجال للإصابة بهذا المرض حيث بلغت نسبة الوفيات من الرجال الناجمة عن الجائحة 60% في العالم وبيّنت الدراسة أن الخلايا اللينفوية التي تقتل الخلايا المصابة وهي المسؤولة عن أحد جوانب الاستجابة المناعية أقوى لدى النساء ولو كنا كبيرات في السن بينما الرجال استجابتهم أضعف كلما كانوا متقدمين في السن وهذا ما شكل فارقا بينما الرجال في المراحل المبكرة للإصابة يتم إنتاج كمية من بروتينات السوتوكين أكبر مما تنتج النساء والإنتاج المفرط منها وغير المضبوط بسبب خروج الجهاز المناعي عن السيطرة ومن هذه الدراسة يتوقع الباحثون أن تقود النتائج لاستحداث علاجات مختلفة تعتمد على جنس المريض ترجمة نانسي قنقر